بات الاستماع إلى أصوات من ضخات ورؤية الأنابيب والمواسير التي تقطع الشوارع والبيوت أمر معتدا لدى سكان محلة قبرعون ومنذرة ببلدية بنت بيا وذلك في ظل استمرار أزمة شح المياه الصالحة للاستخدام مشاكل اللي نعانوا منها لا تعد ولا تحصى للأسف الشديد يعني ناس من 2018-2017 أمي كيف ما تشوف الحالة قدامك وابو، خزانات، شافطات خارجية وكم من مناشدات يعني وكم من شكاوي قدمناها وللأسف الشديد ما فيش تجاوب يعني أنا للأسف الشديد في 2024 تعتمد المحلة في إمدادات المياه على شبكة مياه قديمة تتغدى من بئر واحدة تقع شمال المحلة لم تعد تغطي طلب المتزايد على المياه خصوصا مع النمو السكاني الذي تجاوز الخمسة آلاف نسمة تقريبا لا من تكلم ولا من جا شبح معقولة منطقة يعني عدد سكانها أكثر من خمسة آلاف نسمة نحن حولنا في المنطقة هنا ألف وتسعمائة وتسعين قاعدة بخزان واحد والخزان المنسب انتعه منخفض عن الجهة السطحية بالرغم من وعود المسؤولين الذين زاروا المحلة من المجلس البلدي والحكومات المتعاقبة باستكمال مشروع البئر الجديدة والخزان العلوي جنوب المحلة والمتوقف منذ عام 2010 لم يطرأ جديد